وفيه جمع أموال هيبدأ يتجه لطريقين يئما هيتجه لطريق أنه هو يجمع فلوس بأي طريقة فيبدأ يتجه للنصب للسرقة لطرق غير مشارعة لأي طريقة يجمع بها فلوس لأنه أنت طالب منه فلوس مش طالب منه أي حاجة غير فلوس أو هيشوف الطريق الأسهل وهو طريق المحرمات يقولك أنا هتجوز ليه وهتعبك ليه وهكون فلوس ليه أساسا طب ما أنا بمبلغ بسيط أروح أعيش يومين حلوين أروح أنبسط أخلي حياتي أبسط من اللي أنتم صعبينها من اللي أنتم صعبينها علينا حاولوا تفهموا بناتكم هي عوزئيه وحاولوا تفهموا شبابكم هي عوزئيه حاولوا تزراعوا في أطفالكم من صغرهم أنه هم يكونوا شخصية معتمدة على الأخلاق والدين والمبادئ حاولوا تتكونوا شخصية هي ازاي أصلا هتنهض بالمجتمع مش شخصية عبارة عن أنها بتجمع فلوس وخلاص ما تخلوش الأولوية الأولى في حياة أي شاب لسه بيبدأ حياته في أنه في أنه تجمع فلوس حاولوا تكونوا شخصية في أنه يكون إنسان ذو قيمة في المجتمع إنسان عنده أخلاق يكون عارف إزاي هيحافظ على بنت الناس اللي واخدها من بيت أهلها علشان لما يتجوزها يتعب علشانها ويقدر يجيب لها فلوس بطريقة حلال وطريقة قانونية وما يبدأش المجتمع بتاعنا يبوز ما يبدأش أن نشوف الشباب بتتجه للطريقة السهلة ما نبدأش نشوف الشباب بتتجه للمحرمات فإحنا لو سهلنا الجوازة على شبابنا اللي يحصل كالتالي هتجوز بطريقة سهلة فهبدأ أبني حياتي فاهتمامي الأول والأخير مش هيكون الفلوس اهتمامي الأول والأخير هكون إزاء ربي أولادي كويس وإزاء أطلحهم صالحين في المجتمع حياتنا جميلة وسهلة بس إحنا اللي بنصعبها على نفسنا حاولوا تشوفوا الحياة بمنظور تاني حاولوا تشوفوا الداخل يتقدم لبنتكم ده داخل أنه هو ابنك حاولوا توقفوا معاه ما تصعبوش الحياة على شباب أولاد الناس عشان الناس ما تجيش تصعب الحياة على أولادكم لأنه هو لما يتجوز جوازة صعبة مكونة بس من أموال وفلوس كل كلامه مع زوجته في المستقبل هيكون كلام عن الفلوس بس وبالتالي زوجته هتكون بتتكلم عن الفلوس بس أنا عايزة أنا عايزة أنا عايزة فبالتالي فبالتالي اللي أنت عودتها أن كل تفكيرها يكون في الفلوس بس هتبدأ الطلبات مش هتخلص بعد الجوازة هتبدأ الطلبات تزيد فهيبدأ يحس أن الجوازة اللي تعب عشانها وقعد يعافر عشان يكون بيت أن الطريق لسه ما انتهاش لسه فيه طلبات تانية بعد الجوازة لسه فيه صعوبات تانية أنا متجوز عشان أرتع متجوز عشان أبني بيت بسيط يجبر مع الزمن مش متجوز عشان ألاقي الحياة صعبة أنا متجوز عشان يكون معايا شريك حياة يسهل علي الدنيا